توقفت بعض فترة تعذيب ضرب إهانات تقطيع ملابس حجاب تعذيب أبناء القضية يعني نفس الفئة اللي احنا كنا في موريتانيا قدامي يعني كل العذابات عشتها العذابات الكل تجوزناها تم ترحيلي إلى السجن في خمسة أكتوبر في خمسة أكتوبر أربعة تسعين بعد يوم مرير بجيال المتاع المحكمة يعني بقاعة الانتظار في المحكمة تصوروا من هذا الزمن أني أنسى في ذاك القبو العشرة تسعة ما حسيتش أنا بالوقت نهارتها الناس كل روحوا بيت الحس والتي تنعيت يا ناس راني فما هوني باش فيق حارس المحكمة وقالهم راي فما مرأة في الجيال كان وقت كانوا يحاكموا في بقيت يعني كانوا يستنطقوا يمكن مشيوهما للحاكم التحقيق والحاجة أنا طلعتش لحتى بقع من اللي جابوني سبعة ونص متع صباح للعشرة متع الليد مريد حد وما كلمت حد المرأة اللي تدخل يهزوها المرأة اللي تدخل يهزوها وانا قاعدة شافي بالي بشراوحي أنا خاطر هو وعدني بعد ما أرغمني على التوقيع قال لي لي ما عندك حد شيء نتذكر أني أنا كنت في قبو المحكمة ولكني في نفسي من داخل في بعض سخرية منه لأني ما أعطيته إلا ما أردت ويشهد الله أني ما أعطيته إلا ما أردت ولم أعطيه شيئا أخذ مني حجابي أخذ مني حرمة جسدي لكن لم يأخذ مني شيئا لا من كرامتي ولا من إصراري ولا من أملي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر